وفي منصات نستقبل الزميلة كوثر حمومي والتي تطلعنا على جديد منصات تواصل اجتماعي فيما يخص قضية شيماء مرحبا بك كوثر أهلا بك نوفل وأهلا بضعيفين الكريمين وبكل مشاهدي برنامج خبرنس نعم نوفل فقصة شيماء للأسف لم تنتشر بعد على مواقع التواصل اجتماعي والحقيقة أن مشكل الأمراض نادرة بشكل عام تعرف تفاعلا ضعيفا على مستوى المواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي بشكل عام فالتدوينات والصفحات التي نطالعها على هذه المواقع فهي راجعة وتعود بالأساس إما للمرضى أو لعائلاتهم أو لبعض الأطباء المتخصصين في المجال أو للفاعلين ربما توثر قدم قضية شيماء خرجة إعلامية شاهدتها لكي خرجة في جريدة 24 لقاء ولكن ما كانش شاهدك التفاعل على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي كما قلت هناك صفحة بعضها يعرف بهذه الأمراض وبعضها الآخر يتحدث عن المشاكل والمعاناة التي يكابدها أسر المرضى كهذه الصفحة التي يطالب صاحبها بضرورة إدخال أدوية الأمراض النادرة في لائحة الأمراض المعود عنها وهي نوفل من المشاكل الحقيقية التي يعاني منها أسر المصابين بهذه الأمراض النادرة يعني الأدوية مكلفة جدا نعم الأدوية اسمح ليك أخر الأدوية موجودة في صيدليات الخاصة بالمرض متلازمة روبين بعض الأدوية قينا عدنا ولكن بعض الأدوية ما قيناش كتلقلاش في المغرب لا كتلقل هنا تجي من المرة مرة الخرام اللي كان نصفت للطبيب باق إيميل باش ناخد لها الدول العين ديلها طريت أنني نصفت له حتى الفرنسا باش نجيبه جبناه من فرنسا في إيطاليا ما القيناش والأثمينة الأثمينة صراحة سيدة اللي تكلفت ما بغتش تقول لي الثمن الله يخلف عليها جزا الله كله خير ويجعله لا في الميزان المقبول يا ربي أمين كوثر العديد من الأمراض النادرة نوفل يعني الأدوية دي لها تكون غير متوفرة في المغرب ويضطر الأسر إلى استقدامها كما قالت السيدة يعني من بلدان أجنبية هذا المطلب أيضا يرفعه الائتلاف المغربي للأمراض النادرة وهذه صفحته على الفيسبوك يفتح من خلالها النقاش حول كل القضايا التي تهم المصابين بالأمراض النادرة خصوصا مسألة التشخيص الجيد والتغطية الصحية هناك أيضا صفحة لرئيسة الائتلاف خديجة موسيار المتخصصة في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة وهي نوفل على لائحة الأشخاص المنخرطين في هذا الموضوع موضوع الأمراض النادرة صفحتها تخصصها بالكامل لشرح كل الأمراض النادرة والأعراض التي تصاحبها كما تقوم عبر صفحتها بالإعلان عن كل الأنشطة التي ينظمها الائتلاف للتحسيس والتوعية بخطورة هذه الأمراض توصلت مع هذا الائتلاف الخاص بالأمراض وهذه فرصة يعني هذه خديجة كما تفضلت يعني معلومة قيمة جدا من قوتها ومين عاجتني النوبة ومن اللي شافوا شي ماء كانت بقى الحالة ديالها ما تطوراتش بساف والديتاليوم في الحالة يلا بدأت في في المسألة مالو غزمون قالوا لي هي مش تشوه خلقي رغم أن هي عندها تشوه خلقي داخلي بحيث الخارجي جاء من بعد حيث معنداش تشوه خلقي خارجي هذا الخارجي جاء من بعد ذلك الخطأ الطبي يعني عدم تشخيص ديال حالة شي ماء لكن ما ما بدون أي جدوى بدون أي جدوى رئيسة الائتلاف نوفلو من خلال تغريداتها وتدويناتها على الفيسبوك عادة متعيب على المنظومة الصحية في بلادنا أنها يعني تغيب وجود سراتيجية وطنية حقيقية من أجل مواكبة المصابين بالأمراض النادرة وتتحدث دائما عن غياب سراتيجيات حقيقية للتوعية والتحسيس بهذه الأمراض وفي موضوع تحسيس والتوعية دائما هناك صفحة باللغة الفرنسية تضع صورة جد معبرة نوفة الإمرأة تغطي وجهها بالكامل ربما يعني هو معبرة لأن أمراض يعني المصابين بالأمراض النادرة عادة ما يعانون من نظرة المجتمع والوصف المجتمعي قل لك استحمد قل لك أنا ربيت شي ماء بمجتمع ذكوري غير بش البنات كي ولا مرح حامل كي ما قل لك تخاف يعني في الأسف نظرة المجتمع دائما ما تكون جارحة تجاه الأمراض النادرة وشفنا حتى المرض النادر اللي ينطبق على شي ماشي فنا مرض آخر نادر ينطبق على آية وشفنا حتى سوء التشخيص الطبي اللي كان في البداية بالنسبة لآية بين نقوسين وسمح لي أستاذ كلامك على صواب وصيحمد كذلك ومثل بالنسبة لنا نعطيك الجوج للأنتي لها مثل الأول شايماء وحدنا روح البنيتة نزلت من الطاكسي معك ونا كنت نسكنه على الشارع نزلت إلي بيان نبييه بيان ماكيه بيان بخيزنتي شايماء شافتها عجبتها ويديليا ديليا شيك زعموز بي ونويز ويديلا عطيب واحد لفاصان شو شايماء كيفاش عبراز على البنت يعني عبراز على أنها شيك وجميلة بيان بخيزنتي بيان ماكيه لكن كان تردت الفعل محاكسة محاكسة لدرجة أنني أنا توترت لكن ما قدرتش نعبر على التوتر ديالي وجه واحد الأخ الله يذكره بالخير اسمته عادي الخياط حدنا هو اللي كان غادي يتشاجر مع ديك سيدا لكن أنا هي كبيرة في الله هي كبيرة يعني ما شاء الله إنسان ابنه بيئة الأسن لا إله إلا الله أستاذ نوفر نقول حالقادية والناس قاعدة زيزع لمولادهم ويعني هذه فكرة عندها نحن ما غا ندخلوش فكرة الناس تم عدنا حالة مأمنة بها وإن شاء الله ترجع أجمل من ذيك المرأة إن شاء الله وصحة تكون بخير وعافية إن شاء الله وتكون إن شاء الله في مدئاتي إن شاء الله مرحبا بي مرحبا مسألة الوصم المجتمعي أيضا نوفر تحدث عنه هذا التعليق الذي تقول فيه صاحبته بما معناه أن المعاناة النفسية التي يعيش فيها بعض المرضى تفوق بكثير معاناتهم الجسدية مع المرض تعم وبمناسبة اليوم العالمي لأمراض نادرة نشرت بعض الصفحات آخر الأرقام التي تم نشرها بالمناسبة كجمعية الرصد للصحافة والإعلام التي نشرت مقالا قدمت من خلاله الأرقام المحينة لأعداد المصابين بالأمراض النادرة والتي وصلت إلى مليون ونصف مليون مغربي أغلبهم لم تشخص حالتهم بعد نوفر وهي الأرقام التي اعتبرها موقع ثلاثمائة خمسة وستون وتلك العربي بالأرقام الصادمة موقع البيضاوي كتب مقالا أيضا بمناسبة اليوم العالمي للأمراض النادرة والذي يصادف ثامن والعشرين من فبراير عنوانه بي الأمراض النادرة تفتك بهؤلاء المغاربة وسط غياب التوعية والتكفل بالعلاج يعني دائما وأبدا في كل المقالات في كل الأنباء التي نراها المطالبة بأن تدرج هذه الأدوية ضمن ضمارة لائحة الأدوية المؤدة عنها طرقت جمعيات قبل ميمال وغزمون مجرد خبر على ورد هذا الكونتاكت مثلا كائن الاهتمام وأيضا تعريف الناس بالأمراض النادرة يمكن أن يكون عندهم جارب المساعدة أي حاجة احنا فيها أمل وإلا سنطرقوا لأننا كنت نفسه على وجه الأرض وإلا الأمل في الله سبحانه وتعالى كبير أنا معمرني أس ومعمرني غادي نقدر نفقد الأمل في الله حتى وكان الله سبحانه وتعالى أنا غادي للجهدي وكثر من الجهدي أنا والأسرة دياله والأب دياله الليلة غلبنا الله سبحانه وتعالى ربي كنا معاكم هذا كل ما لدينا أخبرك شكرا جزيلا لك كوثر نتقي شكرا إلى الغد